مجداً للرب أمين مشتقين نستمع إلى كلمة الرب ونتابع دراستنا في كلمة الرب حول شخص الروح القدس بنعمة الرب في الأسبوع الماضي بدأنا نتحدث عن من هو الروح القدس شو هو عمله بشكل عام وكيف يعمل من خلال الكنيسة حكينا بشكل عابر سريع جداً عمل الروح القدس حتى وسط الخطاة ولكتاب أن الروح القدس يبكت العالم على خطيه وعلى بر وعلى دينونه لكن اليوم مشغولين نتابع دراستنا عن شخص الروح القدس وهذه أساسيات الإيمان أشياء من الأساسيات الإيمان نتحدث عن عمل الروح القدس في حياة المؤمن حياتنا كمؤمنين الروح القدس نسمع الروح القدس مش بس مربوط في الألسنة لكن عمل الروح القدس أوسع بكتير وأن الروح القدس هو شخص الله الله الروح القدس اللي عامل فينا ساكن فينا يمكث معنا ويكون فينا أيضاً نتحدث عن عمل الروح القدس في حياة المؤمن ليش هذا الأمر مهم جداً ليش مهم جداً نعرف شو دور الروح القدس في حياتي كمؤمن عشان أنا كمؤمن أعرف كيف أتعامل معه أعرف كيف أنصت وأستمع لصوته أعرف كيف أعطي الروح القدس المجال الحيز المكان حتى يحقق دوره حتى يحقق الدعوة اللي من أجلها الله أرسله إلينا ولحياتنا وإلى عالمنا أدوار الروح القدس ارتبطت بألقابه رح نحكي بالأسبوع هذا ونعمة الرب ممكن يوم الأحد مرة تانية عن أربع ألقاب رئيسية للروح القدس الروح القدس هو كتاب يحدثنا أنه الروح المعزي وأنه روح الحق وأيضاً هو روح القوة وأيضاً روح المحبة أربع صفات رئيسية اللي بتحوي داخلها عدة ألقاب أو عدة مجموعات اللي هي نلخصها بأربع صفات رئيسية المعزي روح الحق روح القوة روح المحبة واليوم بنعمة الرب رح نحكي أول لقبين الروح المعزي وروح الحق يقول الرب سوع في يوحنى 14 تحدث مع التلاميذ عدد 16 وقال وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم فمنشوف أنه هون الرب بميز بين المؤمن اللي بيعرف الروح القدس لأنه الروح القدس ساكن فيه وموجود معه وبين غير المؤمن اللي لا يعرف الروح القدس والعالم لا يعرف الروح القدس ويقعد يحكيله لبكرة الصبح مش رحين يستوعبوا شور روح القدس لأنه ما اختبروا عمل الروح القدس مش ماكث ولا ساكن فيهن فبنعمة الرب في هذه الآية الأرناها منشوف اللقبين موجودين روح الحق والروح المعزي فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق فهو المعزي وهو أيضاً روح الحق منشوف الرب يسوع في الجلسة الأخيرة الختامية ليسوع مع تلاميذه وبيشرحها بالتفصيل يوحنى 13 ليوحنى 17 خمس أصحات الرب يسوع بركز حديثه بشكل مكثف عن شخص الروح القدس وبيحكي عدة مرات عن هدول اللقبين روح الحق والروح المعزي تعالي نشوف مع بعض يوحنى 14 26 بقولوا أما المعزي الروح القدس فبيحكي عنه أنه المعزي الذي سيرسله الآب بإسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم يوحنى 15 26 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله إليكم إلى الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي بكمل يوحنى 16 عدد سبعة كلها في جلسة وحدي قالها يسوع قال لكني يوحنى 16 7 أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق ليأتيكم المعزي ولكن إن ذهبت أرسله إليكم بتابع في نفس الأصحاح في عدد 13 وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية فاللقب الأول اللي بيحكي عنه الرب سوع أنه الروح المعزي والكلمة المشهورة في المعنى الأصلي الخلفية اليونانية للمعزي هو البركليتوس وكلمة المعزي ما بتعني فقط نحن اليوم رايحين نعزي جماعة في بيكون في أجر حدا في فائد له حدا فريحين نعزي مش هذا هو المعنى اللي بيشمل معنى كلمة المعزي إنه رايح أنا على جنازي حتى أعزي ناس إن فأدل حدا لكن المعزي له خمس معاني رئيسية وهذا هو بيشهد أو بيتكلم عن دور الروح القدس كونه المعزي أول معنى للمعزي الروح القدس المعزي بمعنى المريح فهو المعزي أي المريح الذي يعطي راحة ويمنح المؤمن راحة فالروح القدس بيعطيك راحة راحة القلب وراحة النفس الروح القدس هو يهدئ قلبك وفكرك ونفسك بداخلك الروح القدس هو الذي يريحك من كل اضطراب من كل انزعاج من كل مخاوف الروح القدس هو ليعطيك الإحساس بالأمان والطمأنينة والسلام الداخلي فهذا هو عمل الروح القدس كونه المعزي الذي يعطي الراحة والروح القدس دائما هو اللي بيقولك مدام يسوع موجود معاك تخفش الحياتك لن تفشل خفش حياتك لن تدمر تخفش أنا معاك الرب معاك فدائما بيعطيك صوت الأمان صوت الشعور بالطمأنينة بتلاقي إنه الدنيا بتكون حواليك قيمة قاعدة لكن في داخلك شعور بالسلام الداخلي فيه شعور بالطمأنينة بالراحة مش عارف لإنه مع إنه الدنيا كله قايمة قاعدة مع إن الوضع كله صعب لكن إنت في داخلك فيه سلام داخلي مين بيعطيك هذا السلام مين بيعطيك هذا الشعور الروح القدس المعزي الذي يعطي الراحة فأول عمل وظيفي للمعزي إنه يعطيك شعور بالراحة والطمأنينة والسلام الداخلي همين فهو المريح لكن أيضا مش بس بيعطيك شعور بالطمئنة بمعنى التاني المعزي تنين هو المعين يعزي يأتي لكي يعينك وهذه العبارة نفس الكلمة اللي استخدمها الرسول بولوس في روميا 8-26 عن الروح القدس شو بقول في روميا 8-26 كذلك الروح أيضا شو بيعمل يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي لكن الروح نفسه شو بيعمل يشفع فينا بأنات لا ينطق بها فالروح القدس يعين ضعفة الروح القدس أيضا يشفع بي بأنات لا ينطق بها الروح القدس يساعدني أو يعينني في الصلاة مرات باجي في مواقف معينة مش عارف كيف أصلي مش عارف شو هقول ما فيش فيي قوة تصلي ما فيش عندي أي فكر كيف أصلي لكن هون بيجي دور الروح القدس الساكن فيك الماكف معك شو بيعمل كونه المعزي يعينك تبدأ تصلي ما بتحس إلي الكلمات بل أشب تنساب ورب بداش قودك وكلم وراء كلمة وآي وراء آي وفكر وراء فكر وبتحس حالك فيه تضفق غير عادي بعد ما تخلص الصلاة بتقولي جماعة مش أنا لصليت فيه فيه إشي تا هذا هو الروح القدس عايشة إذا اختبرت هذا إشي هذا هو الروح القدس شو بيعمل يعينك بيوجهك بيقودك وانتي خلال الصلاة بيبدأ يقودك كيف تصلي بيقودك أنك تصلي بالطريقة الصحيحة في الاتجاه الصحيح للهدف الصحيح وهذا ما حدث معاي ومتأكد أنه لابد أنه حدث معاكم عدة مرات فهذا هو عمل الروح القدس أنه يعين ضعفاتنا وأيضا يشفع ويصلي لأجلنا قدام الآب السماوي لكن المعزي ثلاثي جاءت بمعنى أنه مش بس يريح يعطينا الشعوب الراحة مش بس يعيننا ويشددنا ويقودنا لكن أيضا يشجعنا المعزي يعني المشجع في مزمور 138 عدد 3 بقول الكتاب في يوم دعوتك أجبتني شجعتني قوة في نفسي قوة الروح القدس ارتبطت مع الشجاعة فالروح القدس هو البقوم بدور أن يشددك يشجعك يدفعك حتى لا تخاف حتى تستمر حتى تتابع المسير حتى تكمل السعي حتى لا تفشل من المضايقات من المفشلات من الأمور بتكون من تعيش فرحان متهلل تيجي شغلة بتحبتك تيجي شغلة بتطفيك تيجي شغلة بتنزلك تحت برجع الروح القدس شو بيعمل يشجعك من جديد بتنام ودموع على عينيك بالليلة وما فيش في قوة بتقول أنا مش عارف كيف بدأ الروح القدس هذا عامل الروح القدس أنه يشجع هو يعين يسند لكن يشجع بقولك استمر لا تتوقف تابع مسيرك ركز عينيك على الرب ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمل الرب سوع لا تلتفت إلى هنا ولا هناك لكن خلي أنظارك على الهدف اللي الرب حطه قدامك دائما الروح القدس بقولك لا تحبط لا تحبط ما تقول خلص أنا مش قادر أكمل لكن دائما بشجعك بقولك أشددك وأشجعك أعينك قد أيدتك وأعنتك وعضطتك بيمين بري فالروح القدس بشجعك بذكرك في الآية تبعت السنة لا بالقدرة ولا بالقوة بل بإيش روحي قال رب الجنود من أنت أيها الجبل إن كل الجبل المشكلة الصعاب الظروف الصعبة أمام فلان أمامي تصير سهلا فالروح القدس دائما بشجعك بآيات بشجعك في الداخل وبشددك وبأويك مش بسيك لكن أربعة المعزي بمعنى المنعش روح القدس يعزي يعني ينعش ينعش أرواحنا فشعياء أربعة وعربعين على الثلاثة بقول لي أني أسكب أربعة وعربعين ثلاثة ماءا على العطشان وسيولا على اليابسة بأسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريتك فالروح القدس كون المعزي هو الذي ينعش المؤمن تتشرب بسرعة مثل الواحد المية عطش وبيجي يرتوي بالمي قديش المي بتنعش روحه الروح القدس ينعش أرواحنا يجدد قوتنا ونشاطنا الروحي والنفسي والجسدي لأنه إذا روحيا تعبان إنتي حتى جسديا بنفسيا منكون تعبان وعادة بكتير بيجي لمن؟ لواحد مؤمن منطفق روحيا مؤمن فاتر روحيا بتلاقي بيحق لمحضر رب يجي الروح القدس بالروح القدس وبيجي الروح القدس شو بيعمل بينفخوا التراب والغبار اللي علق من العالم والحياة العالم وبيتخب رب يغسل فيك ولما بنعشك الروح القدس يعني متل واحد يعني مشوّب بتعرفوا الجمعة خمسينية كانت جمعة يعني رهيبة واللي بيشتغلوا بره مش بالمكاتب الله يكون بعونهن يعني كيف قدروا يتحملوا هذه الجمعة وقديش واحد بيكون يعني مشوّب وعرقان وتعبان وحران ولي بدكو يا كلمات اللي بدكو يا وبتيجي بتنزل تحت دش مي مساعة قديش الإشي بعطيك شعور بالانتعاش أو بتفوت غرفة فيها مكيف هوائي قديش شعور بالانتعاش هيك الروح القدس بيعمل في حياة المؤمن التعباني بيجي مش بس بسقيك نتفت مي لكن سيول على اليابسة بيجي بفيض بيجي بإنعاش بيجي بإحياء برفعك بنعشك أسكب ماء على العطشان وسيول على اليابسة هكذا أسكب روحي على نسلك رب يسكب روحه بيجي بسكيب عجيب حتى يشددنا ويقوينا فالروح القدس يروي جفاف الحياة الروح القدس يعيد إلنا الحيوية مثل الصحراء اليابسة اللي فيش فيها أي نبتي وفجأة بتفجر فيها ينبوع ماء بتحول الصحراء إلى إيش إلى خضاء إلى محل منعش فيه نبتات فيه أشجار فيه أعشاب هيك الروح القدس بيعمل فينا وبيقول يسوع شبه هذا الإشي بنفس الفكر في يوحنى سبعة تماما وثلاثين قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حية قال هذا عن الروح القدس فالرب ينعشنا رب يولد ويفجر نهر محبي نهر فرح نهر تسبيح نهر صلاة أنهار ماء حية هذه أشارها عن الروح القدس فالروح القدس هو الذي يجدد وينعش أرواحنا خمسة المعزة بجاءة بمعنى المفرح مش بس بنعشنا لكن بفرحنا الروح القدس هو اللي بيحول نوحي وحزني إلى فرح والرقص والابتهاج يحول اليأس والفشل إلى تسبيح للرب بقول في قرمية 31-13 حينئذ تفرح العذراء بالرقص والشبان والشيوخ معا وأحول نوحهم إلى طرب وأعرفهم وأعزيهم آسف وأعزيهم وأفرحهم التعزية المعزة مع الفرح ارتبطت الفرح من حزنهم مين بيقدر يملأ قلبي بالفرح الحقيقي لما أكون موجود في الظروف الصعبة الروح القدس الروح القدس يعطي روح الفرح الروح القدس هو المعزة المعين المريح المشجع المنعش والمفرح قال في تسالونيك الأولى واحد ستي وأما تلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس ربط الفرح بالروح القدس ليش لأنه الثمر التاني من ثمر الروح القدس غلاطي خمسي هو إيش الفرح أما ثمر الروح غلاطي خمسي بقول أما ثمر الروح فهو إيش محبة فرح سلام فالفرح هي من ثمار أو ثمر الروح القدس له كل المجد فالروح المعزة هو الروح المعين المريح المشجع المنعش المفرح قديش بدنا الروح القدس يا روح الله تعال املانا عيننا أعطينا الشعور بالسلام والراحة شجعنا روح الله أنعش نفوسنا وأعطينا أن نمتلق بروح الفرح على قد ما إحنا نتجاوب ونعطي الحيز والمجال والإمكانية أنه يعمل فينا على قد ما هو إيش بيعمل فينا وإحنا بالنهاية بنكون بربحانين لأن الروح القدس هو جاء حتى يقوينا ويشددنا لكن اللقب التاني للروح القدس بش بس المعز لكن أيضا روح الحق وكما في مجموعة من الصفات مرتبطة بروح الحق بكونه بأنه الحق والمعرف والإدراك والفهم بيقول بيحنى 14-17 روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم وقال في يحنى 16-16 أما متى جاء ذاك روح الحق شو بيعمل روح الحق أربع شغلات أول شغلة روح الحق يعلمنا الحق هو المعلم الذي يعلمنا يأخذ الحق اللي في الكتاب ويشرحه إلنا تعرفوا أنه في أشخاص غير مسيحيين بيعرفوا الكتاب أكتر منه منك لكن إيش ماله بيخدوه بيحاربونا فيه ليش لأنه مش فهمينه لأنه فهموه غلط لأنه أخدوه زي أي كتاب تاريخ لكن مين اللي بفهمك الحق وهذه الكلمة التي تدخل قلوبنا الروح القدس ليش لأنه هو المؤلف مين الكتب الروح القدس مين كتب الكتاب مقدس مصاقينة كتبوا الكتاب مصاقينة من الروح فهو اللي كتب الكتاب هو العارف يشرحه إلنا إلنا وإلك فالروح القدس هو الذي يعلمنا يفهمنا الحق هو الذي يرشدنا يفهمنا كلمة الله هو اللي بيعطينا الإدراك والفهم وقدش إحنا محتاجين مرة داما قلوا روح الله افتح ذهني يا روح الله فهمني يا روح الله علمني يا روح الله أنير ذهني مرات كتير آيات كتير صوت مرق عليها عشرات المرات وعشرين مرة ومئة مرة لكن بتلاقي داما روح القدس فجأة بيفتح ذهنك بتشوف الآية بطريقة أول مرة شفتها مين اللي بيعطيك هذا الاستنارة للحق الروح القدس هديش محتاجين الروح القدس إنه نعطي الحيز حتى يفهمنا حتى يعلمنا حتى يشرح إلنا الحق ولما نشرح إلنا الحق عينينا الروحية رح تنفتح إدراكنا لحقيقة كلمة الله رح يزداد ساعتها رح نقدر نشوف الخطيئة على حقيقتها ونعرف إنه الخطيئة خاطئة جدا رح نقدر كمان على النقيد نعرف ونشوف محبة الله أعماق هذه المحبة وننسبه في هذه المحبة مش بسيك لكن نروح القدس كون روح الحق يذكرنا بقول في يوحن 14 26 أما المعز الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي فهو تعلمكم حكينا عنها كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم مسيح عاش مع التلاميذ ثلاث سنين علم عمل آيات ومعجزات شافوا وسمعوا وأدركوا أشياء كتيري بعد فترة طويلة كتبوا الأناجيل طب كيف قدروا يتذكروا كل التفاصيل هذه مين اللي يذكرهن مين اللي أعطاهن هذا القدرة إنه يتذكروا الروح القدس يذكرنا يذكركم بكل ما قلته لكم مرات كتيري إحنا منفكر وإحنا نسين نسين العزات نسين كلمة الله نسين كذا لكن منفوت في الظروف الصعبة على طول وإحنا فيتيب الظروف الصعبة بتلاقي الروح القدس بذكرك في آي بتشجعك بذكرك في آي بتوجهك بذكرك في مقطع سمعته من كلمة الله بذكرك في وعزة بذكرك في قصة من الكتاب بذكرك في ترنيمة اللي شو فيها بوجهك حتى تعرف كيف تتصرف كيف تعبر في المواقف الصعبة اللي احنا مجتاز فيها فوراً بذكرنا في أشياء وهذا هدف الروح القدس أنه يذكرنا فدور الروح القدس يذكرنا بكل ما قاله لنا يسوع يا روح الله تعال تعال تعامل معنا يا روح الله تعال افتح أذهاننا ذكرنا عرفنا بكل ما أنت قلت لنا وكل ما قاله الرب يسوع لنا بكلمتك الحية تلاتي مش بسيك روح الحق هو اللي بيرشدنا يحنى 16-11 يقول متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتي هذه رح نشوفها لأدام فهو أول شيء نمرة ثلاثة يرشدكم إلى جميع الحق روح القدس بفهمني روح القدس بيعلن إلي روح القدس بذكرني لكنه أيضاً ثلاثة يرشدني إلى جميع الحق هو اللي بيقود خطواتي بيكون واقف مرات على مفترق طرق مش عارف شدي أعمل بيكون قدامي قرار مش عارف إيش أقرر نتصل في الأسيس نتصل في صلونا شو نعمل كيف كذا خلينا إحنا نعرف نتصل في الرب مباشرة نتصل في الروح القدس نتعلم نسمع ندرب أذاننا الروحية على سماع صوت الرب نتدرب دايماً أنه نسأل يا روح الله يا رب ارشدني شو أعمل فهمني أنا محتاج إرشاد من عندك يكون عندنا القلب تطيع أنه إحنا مستعدين نطيعك بس قلنا إيش نتصرف في أي اتجاه نروح في أي قرار نأخذ وبتلاقي الروح القدس نبدأ نتعود وندرب أذاننا يهمس في أذاننا الروح القدس يتكلم إلى قلوبنا إلى نفوسنا وبقولك تلك الطريق لا تسلق فيها وهذه الطريق أسلق فيها ونبدأ نتعود على صوت الروح القدس أنه إحنا نصغي لما نكون عندنا القابلية يعني بدنا وعندنا الاستعداد ومتاحين للروح القدس رح يبدأ الروح القدس يتكلم ورح يقدر الأصوات التانية تنخفض وصوت الروح القدس إيش مع له ما له يعلى علّي الفوليوم يا روح الله أمين يا رب اروح علّي صوتك فيه داخلي بدي أسمعك بدي أسمعك تتكلم إلي كتير مرات في مواقف كتيري أنا كمرات كتيري كنت لما أروح على علبون في 12 سنة اللي خدمت فيها في علبون وأنا مروح على الحمرة مفرق الحمرة فمش عارف أروح نواحي المغار ولا أروح نواحي السخنين أكون أنا مقرأ أروح نواحي السخنين آخر دقيقة يجيني شعور كبير ما تروحش من نواحي السخنين روح نواحي المغار أروح نواحي المغار بعد ما روحي فترة أسمع أنه إيش هداك الوقت كان في حادث من منطقة السخنين فأعرف أنه إيش أن روح قدس أنقذني يمكن من حادث ممكن أكون أنا شريك فيها ولأنه أقاضني لمحال تاني فنتحتاجين نسمع ونصغي وعننا الاستعداد ننطيع حتى لو مش فاهمين لكن ننطيع لأنه إحنا نتعودنا ومتأكدين أنه هذا هو صوت الروحي قدس هذا ما حدث مع رسول بولوس أعطيكم أمثل رسول بولوس قال يبشر وراح على أنطاقيا في سوريا منطقة السورية ومكمل بالدور وطالع على تركيا على أسية وهو راح على أسية إيش بقول فمنعه الروح في أعمال الرسل بعدين حاول يدخل إلى بيثينية فلم يدعه الروح طب كيف منعه هو عنده أذام صاغ معيّر المحطة صح قادر يسمع ولما أجب دفوت على بيثينية لم يدعه الروح فهو يستغرب طب يا رب عم نبشر شو مشكلة قولك رب تروحش لهون فتش على هذا البيت تفوت على هذا البيت تحكيش مع هذا أحكي مع حق كيف نعرف نصغي لازم يتعود نصغي مع صوت الروح القدس شو عمل بولوس بولوس انتظر وقف وانتظر قدام الرب حتى يشوف إيش مقاصد الرب إيش مقاصد إيش الروح القدس هو بدي يقول له والوينما هو ينتظر شاف رؤية في الليل رجل مكدوني بيقول أعبر إلى هنا وأعنا الرسول بولوس كان قادر يفهم عن الروح القدس وينقاط بالروح القدس الرب قال له مش إسا الوقت تفوت على تركيا ما جاش وقتها روح على أوروبا فنقلوا من قارة إيسا إلى قارة أوروبا وفات على أوروبا ودخل بالترتيب بلش مديني بعد مديني يبشر ويشهد في منطقة أوروبا في منطقة مكدونيا مكدونيا الأول أنطاقيا فالروح القدس أرشدوا حتى يبشر وهذا اللي إحنا محتاجين يكون عندنا استعداد يكون عندنا الأذان المفتوحة لسماع الروح القدس واستعداد النطيع هقولكم هاي الجملة الله مسؤول أنه ينفذ خطته وفكره في حياتنا وليس خطتنا وأفكارنا في حياتنا إحنا مرات بدنا أنه إحنا نخطط ونفكر ونرتب ويا رب أيد وبارك وإعمل الرب مش مسؤولي أيد وبارك إيش إحنا منحط لكن هو مسؤول وأيد وبارك إيش هو بحط في حياتنا ولما إحنا منمشي في خطته اللي هي الأفضل على الأكيد على المية مية راح هو يبارك ويأيد ويتابع ما شئته في حياتنا فقديش محتاجين نقول له يا رب ساعدني ساعدني هل السؤال هل أنا مستعد أنقاض بإرشادات الروح أم بدنا أن الروح القدس هو ينقاض إيش إحنا ما نفكر خلنا نغير ونجرب نقول يا روح الله علمني كيف أنا أمشي بخطتك علمني كيف أسير في إرشادك تفهمني تعلم لي تذكرني ترشدني تقود خطوات إلى الطريق الحق بارك اسم الرب سوع صلي لحظات قول يا رب فهمني كيف أعرف كيف أسمع فهمني كلمتك إرشد فكري علمني كيف أسمع صوتك أعطيني القلب الطيع حتى أسير في إرشادات ومشيئتك وأعرف كيف أنقاض بسماع صوتك وأنقاض بقيادة روحك تكشف وتقود وترشدني إلى جميع الحق بإسمي يسوع آخر نقطة الروح القدس روح الحق يخبرنا بأمور آتية روح القدس كمان بنبهنا لأحداث رح تحدث بالمستقبل عشان لما تحدث نحن نكون مستعدين وجاهزين أن نشتاز هذه الظروف التي نمرق فيها وما نضطرب لكن نكون مستعدين نشوف أمثلي في كتاب مقدس في أعمال الرسل أجى واحد من الأنبياء اسمه أغابوس وقال أنه رح يكون في مجاعة في أرشالين هذه رح تصير وين ته؟ لأدام فهذاك الوقت فشو جعله دغري أخده بحكمة الرب وجمعوا مؤن ومواد غذائية من كنائس الثاني وبعثوها أرسلوها إلى أرشالين حتى لما تيجي المجاعة ويكون فيه هذا الإشي الكنيس صارت مستعدة حاضرة تقدر تبارك أعضائها وتقدر يجتازوا هذه الفترة من الكورونا أو المجاعة أو الضيق اللي ممكن ييجي عليها نشوف كمان مثال تاني رسول بولوس نفسه في أعمال 21 أعمال 21 بولوس كان مصمم أن يروح لأرشالين وينما يريح كل اللي كانوا هناك عند مسحة النبوة كانوا يقولون أوعت روح لأرشالين في شدائد وفي صعاب عم تستناك واحد منه أجابوس وبعدين أربع نبيات بنات فليبوس وغيره 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 عم بقدوا يعني كل اللي يقولون تروحش 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 وبولوس مصمم أنه روح ممكن نقول إحنا طب ليش يعني بولوس معند هالعناد هذا يروح طب من ربع عم بنبهك ما تروحش من روح الكدس عم بنبهك ما تروحش صح لكن الرب الروح الكدس كان معلن لبولوس أنه نعم في شدائد في صعوبات تنتظرك لكن رغم هذا أنا بدي ياك تروح طب ليش الرب كان عم بيعني الكنيسة ما تروحش عشان يحضر الكنيسة أنه لما يلقوا القبض على بولوس الكنيسة ما تضعضع وتهتز زي ما حدث وقت ما ألقوا القبض على بطرس وقات الومين يعقوب ونشوف الكنيسة واحد من القادر الرئيسيين اهتزت الكنيسة فالرب حضر الكنيسة مسبقا لأنه في شدائد في ديقاط رح تيجي ورغم كل هذا بولوس رح يعبر ووقف بولوس بالآخر وقال شو انتم فكرين اني انا مش مستعد انا مستعد مش بس أزجن لكن مستعد اموت واقتل من أجل المسيح انا ما اخذ امر من الرب ان اروح وانا لازم اروح كانت ترتيب وخطة الله انه يروح عشان يوصل لان روما ويكمل البشارة هناك في روما واحنا محتاجين ندرك هذا الاشي ونفهم على الروح القدس انه احيانا الرب نبهنا في شدائد في صعوبات في ضيق في الفترة المرأنا كانت البداية لكن رب نبهنا مسبقا انه في آخر ايام رح يكون في ضيق ومن ضيق الى ضيق ومن ضيق الى ضيق والرب عطينا ازمنة واوقات ومنبهنا باحلام وبرؤة عشان ايش عشان احنا نستعد عشان احنا نتجهز عشان احنا نصلي ونكون مستعدين وجهزين حتى لما نعبر الضيق نعبره بقوة ونقدر نعبره بانتصار ونقدر نشتازه ونقدر نتحمل الضيق الموجود اللي صار في دقام سمي تعرفوا بروفا di 만큼 للضيق الأصعب الجاية او الضيقات اللي prepared لبروفا الكورونا كشفت مين المؤمن الثابت القادر يصمد في الضيق ومين التي لا يصمد في الضيق كشفت مين اللي بثبت ومين اللي بفرط فالرب نبحنا لقدام عشان لمن يجي الضيق اللي بعده مش نكمل العادي ومشين العادي دورك يا مؤخي يا أختي وأنا بدي أحكي للإخوة اللي بيسمعوني كمان إذا أنت مش جاهز تجتاز الضيق لازم من الآن تطلب الروح القدس أنه يملاك تطلب الروح القدس أنه يسكب روحه وتملاك وتثبت في المسيح وتتقوف الكلمة وتمتلق بالروح عشان من يجي الضيق البعض وتقدر تصمت تقدر تثبت تقدر تتحدى وتقدر توقف وتقول حتى لو مش مستعد أن أسجن حتى أن أموت من أجل المسيح أنا ثابت أنا ثابت في الرب أنا عارف عالم بمن أمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم أمين فهو قادر فهو قادر محتاجين أنه إحنا نتشدد في هذه الأيامات ونعطي الحيز والمجال لروح الله أنه يعمل فينا روح المعزي وروح الحق يعمل فينا وراح تشل الأسبوع الاجتماع الجاي نتحدث عن روح القوة وروح المحبة ليش؟ عشان نكون أقوياء لأنه الأيام الجاي أيام صعبة يا أخي يا أختي أيام الجاي أيام ضيق أيام تحديات وبعضهم مش فيتين في الضيقة العظيمة وإحنا في هذا الوضع منقول إحنا مش قدري نتحمل فكيف إذا الضيق اللي جاي راح يكون شو راح يصير فينا؟ هل راح نفقد إيماننا؟ هل راح نفقد ثقتنا بالرب ونقول لك وينك يا رب؟ رب نبهنا بخبرنا بأمور آتية عشان إحنا نستعد الكنيسة استعدت كان في ضيق مجاعة استعدت وحضرت كان في ضيق وشدائد لبولوس الرب حضر الكنيسة وحضر بولوس عشان يشتازه لمن بولوس يلقى القبض عليه ويروح لروما الكنيسة ما تضعضع لكن يتكمل وتقوى وتزداد وكلنا نشوف في أعمال الرسول كلما كان الاضطهاد أكبر كلما الكنيسة قويت وخلاص نفوس أكتر وانت عاش أكتر ليش؟ لأن الكنيسة قوية اليوم إحنا محتاج نشوف الكنيسة مش قوية كيف لازم محتاج نرجع من جديد ونشدد الضعفاء نشدد اللي هن مضعضعين قوموا الأياد المسترخية والركب المخلعة ثبتوها احتاجين نصلي لأجل صغار النفوس لأجل ضعفاء في الإيمان وأخي وأختي اللي ضعيف في الإيمان هذا الوقت أنك أنت تتقوى استغل الوقت مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة أنك تمتلق بالروح القدس أنك تقرأ بكلمة الله أنك ترجع من جديد للحياة الروحية الصحيحة أنا عم بحكيك أساسيات هذه أساسيات هذه أشياء أساسية لازم إحنا نبني حياتنا عليها ونبدأ نفهم نتعامل مع الروح القدس ونفهم كيف نسمح لروح الله أنه يعمل فينا أنه يشددنا وأنه يقوينا أمين؟ خلينا نصلي للحظات ونطلب وجه الرب في هذه اللحظات ونقول له يا روح الله أنا أدعوك إلى حياتي من جديد حتى لو كنت عندك تعاملات للروح القدس قولي يا رب بدل مزيد هو المعز قولي يا رب تملأني بالراحة تعطيني السلام الداخلي وسط عالم مضطرب وسط عالم عم بيغلي وعم بمشي بسرعة الراحة الهاوية لكن إحنا عايشين في سلام لأنه مسكين بالصليب تمنحني معوني تشددني معوني سماوية من عندك صلي معاقل له رب شدد نفسي تشجعني وسط ظروف مليانة بالفشل مليانة بالإحباط الاقتصاد مضروب الظروف حوالينا تعباني الكورونا ممكن ترجع بأضعاف وتحديات ومخاوف الأوضاع السياسية على وشك انفجار أمور كلها مليانة أصوات مليانة تحديات لكن وسط كل هذه المفشلات في صوت الروح القدس يشددك يشجعك مش بس هيك تنعشك ينعش مفشلات كتير حوالينا لكن الروح القدس هو المعزي هو المنعش يرى قولي رب انعش روحي من جديد املاني املأ قلبي نفسي حياتي املاني بفرح الروح القدس مناش فرح العالم المزيف اللي كله بضيع بلحظة بطير بالهوى بتبخر لكن فرح بقول لا ينطق به ومجيد فرحا أفرح بالرب بتبتهج نفسي بإلهي فرح الروح القدس فرح الرب ما فيه له مثيل تعالوا ادعو الرب من جديد قولي رب السوع تعال اعلن الي حقك روح الحق قولي علمني يا رب محتاجين انك تفسر لنا كلمة الله انت اللي كتبت الكلمة انت كاتب انت مؤلف الكتاب فانت المفسر يا روح الله افتح ذهني اعطيني استنارة من هادي الليلة بينما اقرأ الكتاب تضيء وتعطيني استنارة ما اختبرت من قبل حتى ما تكون الكلمة مجرد انا واجب بعمله لكن عم بقرأ وعم بتبارك وعم تلمس قلبي بالروح القدس بتكلمني وبتضوي اشياء في حياتي وتتكاء وبتخاطب امور في حياتي حتى تتعامل معاي فيها تعلمني تعلن الي عن حقيقة شخصك تعرفني عن محبتك وقد ايضا تعرفني عن العالم الخاطئ تذكرني بكل ما قلته وصل يا رب ان كل انتك تنحفر في افكارنا وفي قلوبنا كما يقول الكتاب خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك وايضا ترشدني الى جميع الحق وتقود خطواتي في طريقك يا رب سوع وتخبرنا بامور آتية يا رب صلي يا رب سوع انك تعلن يا رب اعلن في هذا المساء قلوا ما يا رب انا بعلن استعدادي لسمع صوتك انا بعلن استعدادي لطاعة كلمتك لطاعة صوتك لطاعة مشيتك يا رب اعلن استعدادي يا رب سوع اني انا يا رب متاح حتى انك انت تعمل من خلالي افتح اذان الروحية اعطيني الادراك ان اميز صوتك من صوت العدو من صوت العالم من صوت الداخلي علمني كيف اعمل ويا رب كيف اكون متاح حتى صوتك يأتي بالسلام وطمأنينة وقدر اميز وقدر اطيع وكون عندي القلب المطيع لارشادات صوتك ولمشيتك يا رب انا بصلي يا روح الله في هذا المساء ايها المعزي روح الحق انك تملأ قلوبنا بهذه الحقائق ليس مجرد معلومات من اخذها بافكارنا لكن ايضا نطبقها ونعيش بحسبها في حياتنا اليومية يا روح الله احنا متاحين اليك احنا متاحين لعمل روحك انا متاح ليك اعمل افعل بي كل ما يحسن في عينيك تعالي روح الله املأ قلوبنا افتح ايدك استقبل حضوره استقبل ملء روحه استقبل روح الانعاش والانتعاش ينعش ارواحنا يعطينا الراحة والسلام يمكن عايشين وقلوبنا كلها مضطربة في مخاوف كثير يتهاجم افكارنا ليل ونهار لكن صوت خافت صوت طمأنينة صوت سلام صوت بقولك نام الليل الطويل اتطمن انت في ايدي امينة انا معك تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لاني انا معك قد ايدتك واعنتك وعددتك بيمين بره شكرا يروح الله لاجل لمسات روحك القدوس في هذا المساء شكرا يروح الله لاجل تضفق روحك القدوس على نفوسنا وافكارنا وقلوبنا احنا متاحين اليك يا روح الله احنا متاحين اليك ايها المعزي المشجع المريح المعين المفرح كي تأتي روح الحق الذي تعلمنا الذي يا رب ترشدنا والذي توجه خطواتنا وتخبرنا بامور اتية شكرا يا روح الله ما اعظمك عزمك يا روح الله نعبدك يا روح الله نعطيك المكان الاولى نعطيك السيادي نعطيك السلطان لكي تملك على افكارنا على قلوبنا على ارادتنا على احلامنا على عقلنا اللواعي على كل مناطق ونواحي حياتنا تسود الآن تدخل الى يا رب الى مفارق النفس والروح والمخاخ والمفاصل يا روح الله تدخل بالكلمة الحية تنقي تطهر تنير تزيل الظلمة تزيل اعمال الشيطان تزيل كل امور تثبت وتقوي ايماننا تعطينا ان نكون اقوياء ثابتين راسخين غير متزعزعين غير متقلقلين غير متضعضعين لكن عارفين من احنا في المسيح عارفين هويتنا عارفين مكانتنا عارفين انك انت ساكن فينا روح القيامة ساكن فينا روح الحق روح القوة روح المحبة ساكن في ارواحنا يعيننا يرشدنا يعلمنا يقودنا شكرا يا روح الله لانك انت حي فيا لانك انت حي فينا بالروح القدس مبارك اسمك خد مكانتك خد دورك خد يا رب مكانتك ان كنا نتكلم فقا اقوال الله بوق فينا استخدمنا استخدمنا لنكون نور للامم استخدمنا لكي نشهد عن شخصك لكي نتكلم كاقوال الله واستخدمنا حتى اي عمل نعمله فكما من قوة يمنح الله املأنا بالايمان املأنا بالرجاء املأنا بالمحبة اعطينا ايمان يا رب حتى نرى ما لا يرى ايمان ندعو الاشياء غير موجودة كأنها موجودة ايمان يا رب سوع لكي تزيل الجبال اللي امامنا لانه لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي 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 قال رب الجنود يا روح الله اعمل وسط شعبك اعمل في كنيستك واصل لأجل كل مؤمن كل مؤمن ضعيف وصل لأجل كل مؤمن متضعضع كل مؤمن فاشل كل مؤمن ارتد كل مؤمن فتر كل مؤمن اتعد افتقدهم يا روح الله تعال يا روح الله الليلة بزيارات خاصة عليهم تعال على أحلام المنام تعال بافتقاضات تعال بتعزي زكرهم بآيات زكرهم باختبارات زكرهم بتسبيحات ترنيمات زكرهم بعزات زكرهم بأمور حدثت كأشياء انزرعت في قلوب ترجع تنمو من جديد أولادنا شبابنا كبارنا صغارنا بين إيديك يا رب تعال احيي احيي عملك في وسطنا يا رب اشتقنا نفوسنا عطشت واشتاقت ان ترى انتعاش ان ترى حصاد ان ترح عمل حقيقي ما بدنا مؤمنين مزيفين ما بدنا مؤمنين يا رب بسوع مرضى في الكنيسة ما بدنا مؤمنين مقيدين يا رب بدنا مؤمنين مشتعلين مملؤين بالروح مؤمنين مملؤين بالفرح مملؤين مؤمنين يا رب بسوع بروح القوة روح المحبة والنصر اعطينا نكون أقوياء إحنا بذاتنا لا نستطيع لكن متاحين حتى أنت تعمل فينا شكرا يا روح الله لأجل كل ما أنت صانع وتصنع لأنك أنت الروح المحي أنت الرب الشافي بارك يا رب على هذه الكلمة اختم عليها واختم عليك كل صلاة رفعت وكل قرار أعلن وتعطينا المزيد من عمل روحك القدوس بارك هذه الدراسة ويجعل كلمتك أن تغرس في قلوبنا وتيجي على الأرض الجيدة فتثمر ثلاثين وستين ومئة ضعف لمجد اسمك القدوس استجيب لك كل الإكرام والحمد والشكر باسم ربنا وفدينا وخلصنا يسوع المسيح نصلي لك منك كل الإكرام إلى أبد الآبدين أمين قول مع بعض والآن نعمة ربنا يسوع المسيح محبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا أجمعين وإلى أبد الآبدين أمين الرب بارككم السلام المسيح يكون معكم ويشددكم في اسم يسوع أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر